هيمة لو قلت لك تتوقع تشكيل النادي الآية للمبارات الغد تتوقع من؟ طبعا محمد الشنوي في حراس المرمى محمد هانيو علي معلول زاهرين محمد عبد المنعم ومحمود متولي أليو ديانج حمدي فاتحي هتوقع يكون مع عمر السلية مش محمد مجدي أفشا قدام هيكون حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد شريف جيمي خليني عشان ما معيتش للتشكيل تاني مفاجئة الراجل بكرة قد تكون قد تكون بكلم على توقع مش معلومة قد تكون الدفع بمحمود عبد المنعم كهرباء في الجناح الأيصر مش في المهاجم قد تكون والمفاجأة قريبة بالمراسة مش بعيدة إنه يستغل الحالة اللي عليها كهرباء حالة الفوآن الحالة الجيدة اللي عليها كهرباء ويستغل برضو محمد شريف بالحالة اللي عليها محمد شريف فيدفع بالثنائي بكرة كمان يستغل الحالة بتاعت حسين المكان الوحيد اللي محاير بالنسباني هو يحط حسين ولا يحط طار لا السلاسة الوسط بالنسباني أنا شايف إنه لو هيدفع بدول لعيب أدوارها هجومية أكتر مش عايز منهم أدوار دفاعية هيدفع بالكهرباء في الجناح الأيصر وهيدفع بحسين الشحات مش طاهر محمد طاهر في الجناح الأيمن وشريف فهو هنا الاتنين الأجناح مش هطلب منهم أدوار دفاعية فبالتالي الحملة الدفاعي يبقى لعيبة وسط الملعب حمدي وكمان هيدي الأدوار بتاعت حمدي المعتادة فأعتقد إنه وجهة نظري إنه الأقرب عمر السلية حمدي فتحي وراء اليو ديانج يلعب أربعة تلاتة تلاتة بالشكل المعتاد مع أدوار هجومية الحمدي فتحي والمفاجأة في التشكيل تكون محمود عبد المناء وكهرباء مش في مركز المهاجم في مركز الجناح الأيصر ويحتفظ بالكرتين الرابعين مين ثناء الدفاع؟ ثناء الدفاع محمد عبد المناء ومحمود تولي فيش نقاش الجاهزية الثنائي في أي وقت وإنت مغمدة كريم لو الراجل ما بيرايحش حد فيهم أو مصاب أو موقوف الثنائي ده مش هيتغير بلاش الثنائي الرباع بتاع خط الظهر مش هيتغير الكلام ده أنا في بداية الموش يعني أنت مش هيتفاجئ بكرة لو لقيت خدع فتح موجود هتفاجئ طبعا هتفاجئ اوبشن موجود لكن أنا هتفاجئ طبعا إن حد منهم وده هيعنيه لحاجة واحدة إنه في واحد من الاتنين مش جاهز مية في المية إنه يكون موجود في المورا لكن أنا بقول لك الكلام ده زي ما أنا قلت لك في أول السنة الاربعة محمد هاني علي معلول محمود متولي محمد عبد منام الاربعة سلام بدنيا وطبيا الاربعة في المنحة أنا حاسي أنتعي ستول حاجة قبل ما اختيت أنا عندي تعليق بس على الجزئية الربائي تحديدا الوراء أعتقد خلد عب فتاح هيعمل روتيشن كتير مع محمد هاني محمد هاني ما بقاش ضامن مركزه زي ما كان في بداية المنزل روتيشن لإراح أنا اللي بقى لازلت عن الموقف لا أي روتيشن في الخط الخلف هيبقى ليه الإراحة جيمش شرفت ونوارت هيما شرفت ونوارت شبرا كيمورو